موسيقى القدس تيفي عيش الخبر اينماكن عام 2000 بدأ العمل فعليا بمحطة تنقية المياه العادمة بمدينة البيرة والتي تم انشاؤها على ما يقارب العشرين دنما لتخدم قرابة خمسين الف نسمة من سكان البيرة وما حولها يعني احنا تقريبا كمية مستعملة بشكل عام للزراعة لغيرها من المي اللي داخلها اللي هي 5000 كوب تقريبا يوميا معدل السنوي هي 10% والباقي يتم تخلص مننا للواد بس مهم انه يتم عمل معالجة لانها بتدخل المياه الجوفية المي فلا بدك ما معالجة يعني حتى لو ما تم استعمالها لازم تكون معالجة تتم معالجة المياه العادمة في مرحلتين التطهير الميكانيكي والتطهير البيولوجي فهنا تجمع المياه العادمة لتدخل مرحلة فصل الاجزاء الصلبة عن السائلة تنتقل بعدها الى مرحلة فصل الاجزاء الاصغر فالاصغر حتى تصبح المياه صالحة للاستخدام الزراعي والصناعي تدخل في المعالجة الحيوية او البيولوجية اللي هي بتتم في خزانات التهوية زي ما احنا عارفين البكتيريا بتحتاج لهوا مشان توكل وتتكاثر وتسوي زي كتل بتسبب بعدين انها تترسب مع الماي وتنفصل وتطلع الماي اللي نضيفها لحال تعاني المحطة من مشكلة قربها من مستوطنة جبل الطويل التي فرضت عليها تنقية مياهها العادمة ومنعتها من انشاء مضخات لنقل المياه الى اجزاء المدينة الاخرى الشيء الذي ترك هذه المياه تصب في قعر الوادي دون الاستفادة منها هدف المحطة كان بالاساس استخدام هذه المنطقة للمناطق الشرقية منها مخماس ودردوان لاغراض زراعية ولكن خط النقل اللي بده ييجي في المنطقة الشرقية من اراضي ما يسمى مناطق سي تم منعنا من قبل الاحتلال انشاءه تشغيل المحطة يكلف اموالا طائلة فهي بحاجة الى العاملين والصيانة والمواصلات والتشغيل ولا يتم استخدام الا نسب قليل من المياه الناتجة في ري مزرعات هذا المشتل واشجار زينة المنتشرة في الشوارع وبعض اعمال صيانة البنية التحتية اعادة تدوير المياه في هذه المحطة يعيد الحياة اليها بنسبة تفوق 70% مما يجعلها صالحة لري بعض انواع الازهار والنباتات الا ان اعادة نقل المياه الصالحة واعادة تخزينها ما زالت المعضلة الوحيدة التي تواجه هذه المحطة من داخل محطة تنقية المياه بمدينة البيرة حمز السلايمة تلفزيونة بقدس تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر